السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناتنا طقس الفلة تحية طيب الجميع وتحية طيب الجميع متابعين عبر طور عبد الوطن مشاهدين الكرام مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بيئة المغرب ابتداء من يوم غدى الثلاثة احدى عشر اكتوبر الفين وثلاثة وعشرون فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس وشكرا لكم خلال ايام القادمة تقدم امطار عاصفية الى المملكة ومنخفضات متتالية قادمة بقوة نحو المملكة ان شاء الله كما سوف نوريكم اخر تحديثة نماذج الطقس العالمية يوم السبت احتمال دخول بعض التساقطات المطارية وانقفاض ملموس في درجات الحرارة وامطار حاضر على الشمال الغربي لألمك على رائش وطنجة واصيلة ان شاء الله تساقطات المطارية حاضر على مرتفعات الريف وجهة الشرقية تبقى امطار خفيفة وضعيفة محليا اليوم الثلاثاء يتوقع دخول بعض التأثيرات الامطار الرادية والعاصفية والعواصف الرادية وامطار عاصفية محليا على اقصى شمال المملكة خصوصا على الحسيمة شفشاون تتوان طنجة اصيلة العرائش للاميمونة سدياء اللالتازي قراتبه محمد تيونات والرباط الداربيداء بن سليمالقارة برشيد ستاش خميسات مكناس ستكون محليا امطار محليا قد تكون معتدين الى ضعيفة على الداربيداء والرباط واخره يبقى ان شاء الله وخنيفرا وكذلك امطار ستكون قوية وغزيرة على النادور حسيمة طنجة تتوان اصيلة العرائش للاميمونة سدياء اللالتازي وجده وتوريت وتازا وفاسكي كوخنيفرا وميدلت الترابات الجوية كما تشاهدون جد عاصفية وقوية وصوف تستمر كذلك فترة الليلية على الواجهة المتوسطية ان شاء الله على المناطق وجده والنادور الحسيمة وتتوان طنجة والعرائش والقنوية الترام ان شاء الله بالنسبة ليوم الثلاثة يحتمل دخولي طرابات جوية محلية قوية على ببرد العرائش وتطوان ضاربيدة الجديدة ولد فرج خريبقى امطار رعدية وغزيرة عاصفية قوية وكذلك على بعرفة ان شاء الله وخميس ولد الحاج والبروش وخريبقى واتزم والماز إفران مكناس خنيفرا خريبقى وكذلك مرتفعات الريف وان شاء الله طرابات جوية عاصفية سوف تشهدون منك خلال يوم الثلاثة القادمة ان شاء الله على الحوز وخريب قهد ابو الفوسبات والماز ان شاء الله امطار جده معتبر على الشمال الغربي للمملكة وامطار جده عاصفية يوم الثلاثة استمارة بعض الزخات المطرية يوم الاربعاء اقصى شمال المملكة محتمالية